الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين حب الوطن أمر غرس في فطرة الإنسان لا يتخلى عنه في أي زمان ومكان لأن بهذا الوطن ما لا يتوفر في غيره فيه الذكريات وفيه ما حدث هاهنا وهناك حتى في عالم الحيوان حتى في عالم الطيور تييد الطيور تهاجر مئات الأميال أو مئات الآلاف الأميال ثم تعود إلى وطنها تحن إليه حتى الأسماك تعبر المحيطات والبحار وسرعان ما تحن إلى أوطانها وترجع بل هناك من مقلوقات الله ما لو أخذ من وطنه لمات حب الوطن أمر شأنه عظيم في النفوس يحدثنا عنه هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وهو يغادر مكة حينما عدم الحوار بينه وبين أهلها قابلوه بالظلم وبالتعذيب وبالاضطهاد لكنه لم يستطع أن يمر هكذا مرور القرام لا بل وقف وما قاطب إلا الجدران خاطب الشجر خاطب البيوت فقال صلى الله عليه وسلم ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولو أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك يغادر الوطن بالجسد لكن القلب هناك ولذلك أنزل الله عليه القرآن في الطريق ليطمئنه فقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد لا تحزن قال ابن عباس أي لرادك إلى مكة فلا تحزن أتى المدينة واستقبله أهلها بالترحاب وعلى الرغم من ذلك القلب في مكة والأمر شديد وصعب على النفس فهونا يلجأ إلى خالقه بقوله اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد أمر الوطن يحفظ به كل شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان علمنا في الحديث الصحيح بأن من مات دون دينه فهو شهيد ومن مات دون دمه فهو شهيد ومن مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون أهله فهو شهيد قال العلماء كذلك من مات دون وطنه فهو شهيد لأنه بدون الوطن لا توجد كل هذه الأمور بدون الوطن لا يقام الدين بدون الوطن لا حرمة للدماء لا لدماء الأطفال ولا للنساء ولا للشيوخ ولا للرجال كما نرى كثيرا عبر وسائل الإعلام للأراضي التي سلبت من أهلها بدون الوطن لا قيمة للمال وكذلك من دافع عن وطنه إنما يدافع عن دينه ويدافع عن نفسه ويدافع عن ماله ويدافع عن أهله يجب أن نتشارك في رفعة الأوطان لأن هذا من الإيمان تكون الأمور بعيدين فلا يتحكم فينا عدونا لا نتكاتف ونتقدم حتى تصير الأمور كما أردنا لا أن يخطط لنا تصير الأمور كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في شأن وطنه ومحبته له لما كان يسافر ثم سرعان ما يرجع فيبصر من على بعد المدينة فتراه يوضع ناقته أو يحرك الدابة اشتياقاً وشوقاً ومحبة إلى وطن لكي تسرع حتى يقدم على بلده أمر الوطن عظيم ينبغي أن نحافظ عليه بالنفس وبالمال ولذلك في الإسلام الدفاع عن الوطن واجب وفرد قبل كل شيء يتكاتف الجمع إذا ما أتى الخطر بل نقف مستعينين بالله وشعارنا كما كان في نصر أكتوبر الله أكبر إذن ينصرنا ربنا لأن يدى الله مع الجماعة أسأل الله العظيم أن يجمعنا في أوطاننا وأن يحفظها لنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين